السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم فيديو جديد في الفلبين بالعربي اكتر المواضيع اللي بتتكلم عن موضوع الزواج من فلبيني انا عايز اتجوز واحدة متزوجة من قبل وعايز هي حتمفصل طبعا الكلام اللي بيجي لبقى هي حتمفصل وهي مسيحية وحتخش في الاسلام هي اه مسيحية وانا عايز اطلقها اه هي مش عارف ايه وعايز كزا ففي ناس بيتكون الموضوع في ناس بتكون صبورة وبتتحمل موضوع الورق لان الورق هنا بياخد مدة طويلة ممكن توصل حد السنة واكتر فهل ده انت كده بقى بعد لما انت كملت الليلة دي كلها هل الكلام ده انت شايفه صح ولا غلط هنتكلم برضو فيه انت شايف ان انت الزواج من واحدة في البنية متزوجة من قبل صح ولا غلط برضو هنتكلم فيه انت لما تيجي تتكلم عن واحدة متزوجة وحتخش الاسلام صح ولا غلط برضو هنتكلم فيه طبعا الناس هتقول لله لا هتخش الاسلام وبتاعه مش عارف ايه وده هتوبقى موضوع فرقم واحد اللي هنتكلم فيه واحد هيتجوز واحدة مسيحية واحد كان نتعرف على واحدة مثلا في الخليج وهي كانت مسيحية واسلامت من قبل ما تعرف فهي اسلامت عن اقتناع تمامت تمامت فلو 14 اصدرت شهادة بالكلام دوت من قبل ما عرفه فده يعتبر ان اسلامها صحيح بعيد عنك خالص وبعيد عن الشك في ان هي بتتجوز عشانك فكون ان هي عايزة تطلق في الامر الابسط ما يمكن وده شرع الله يعني هي انت كده واحدة خلاص دخلت في ملة او دين غير الدين وعايزة تنفصل من على زوجها اللي هو غير ديانتها اللي هو المسيحي وده بيطبقوا القانون والحكم الشريعة الاسلامية في الفلبين بقانون الفين وخمستاشر او قانون اللي هو كونجرس الفلبيني الصادر في الفين وخمستاشر باحتكام للشريعة الاسلامية طبعا الاجراءات بتطول ليه لان هي بعد لما بتقدم بان هي عشرة اسلامها وبتقدم شهادة خارجة من الفلبين او من ادارة زابوانجا او من محكمة زابوانجا او من ادارة كتباته او من اي ادارة موجودة او من ادارة كومنوردة الاسلامي بان هي عشرة اسلامها بترفع قضية كل الموضوع ان هو ما بيتكلف عليها في حدود تلاتين الف لاربين الف ترفع اضية على الزوج الغديم. ترفع اضية على الزوج القديم. بطلبوه بالدخول في الاسلام. طبعا بيدونه مهلة تلات شهور ان هما يخش لالاسلام ما الاخ ما مدخلش للاسلام. اه تعنت اه ما قلت لأ مش عارب ايه? فيرفعه عليه قضية الطلاق. بتاخد تلات شهور. بعد لما بتاخد التلات شهور في اضيط الطلاق. بعد كده بتاخد تلات شهور العدة. ايبا. كده احنا تلاتة في تلاتة في تلاتة. احنا كانت دخلنا تسعة. طبعا بيكون اسمها مسجل على الجواز فبتاخد كمان تلاتة عبارة لما تسجل بقى اشهار الطلاق دوت تمام? ويسجل من المحكمة. فبتاخد كمان انت داخل في ايه? في سنة. انت بتسجل الورق ده كله في سنة. فهل ده الجواز ده يعني شرعا غلط ولا صح? انا عن نفسي انا وعن وجهة نظر انا فهو شرعا صح. مفوش ادنى مشكلة خالص. لكن في ناس بتتزوج هي بتكون بتشهر اسلامها عشان تتجوزه عشان تطلق من الاولان. فده انت كده بتتعد على حقوق شخص تاني. انت بتتعد على حقوق شخص تاني. يمكن هي اسلامة وهي مش مقتنعة بالاسلام. الكلام ده حصل قدامك كزا مرة يعني كزا مرة ان انا اشوف ناس يعني بتكون مسيحية وبتشهر اسلامها. لكن مظاهر البيت ومظاهر الدنيا كلها عندها في البيت مازالت مسيحية. ان كانت من التماثيل الموجودة او من القدسات اللي بتحضرها. فهي ملتزمة لسه بمسيحيتها. ورغم من ايها اشهرت اسلامها. لكن هي كان الهدف في دماغها ان هي تنفصل من الزوج المسيح. وبعد كده بتشهر اسلامها عشان تنفصل منه. اه قدام الحكومة يعني ايه ما في القلبة في القلب يعني. قدام الحكومة انا مسلمة. وممكن طبعا في ناس بيفتكروا منهم ان انت ممكن يعني ايه نهاردة اه اه سيب الاسلام. بكرة خش المسيحية. اه اطلع من المسيحية خش بوزية. اطلع. ففيه وطبعا الحكومة اه موضوع الدين هنا في الفلبين مش معمول عليه يعني ايه تقييد لاي حد. فالواحد اللي عايز يخش يبقى بوزي يبقى مسيحي يبقى هندو يبقى اه اه مسلم يبقى اي حاجة زي ما هو عايز يبقى يعني برحت بس في الورق الرسمي طبعا انت كل ما بتيجي تغير ديانة لازم تغير ورقك بقى. فكل ما تغير ديانة كل ما تغير ورقك عايز تغير اسمك بقى برحتك انت بقى. فكل تغيير ديانة بتغيير ورق. وعيش حياتك بقى. فهي بتكون الستة بتكون مسيحية بتخش في الاسلام. لكن مظاهر البيت بتفضل مسيحية زي ما هي. ودي بتعمل مشاكل بعد كده من اختلاف الثقافة ما بين الاتنين. شخص ده مسلم. والستة دي مسيحية مازالت بتفكيرها مسيحية. فده انت بتتعدى على شخص. انت بتتعدى على شخص. حتى لو قلت لك انا هنأسلم عشان بحب الاسلام وبتاعه الكلام ده كله. ما تصدقش. يعني خدها خدها بصراحة وبقلب راحب اوي بقولها. ما تصدقش. حتى لو قلت لك انا اه بعشاء الاسلام وبتاع خليها تعيش تجربة ست شهور قدامك. تشهر اسلامها قبل ما انت تتجوز يعني. خلي الموضوع اطول اطول مدة اكبر يعني. يعني خلي الموضوع طويل اوي. عشان تقتنع تمام? الاقتناع ان هي اسلامة فعليا مش عشانك. عشان هي بتحب الاسلام. تحفظ ايات قرآن يعني تصليت الكلام ده كله. يعني اه في بتكون مسلمة ولا تعرف يعني سيدنا محمد هو مين هو سيدنا محمد اساسي. ولا ولا عايزة تصلي ولا عايزة تعرف اي حاجة. فخد حذرك من الكلام ده. دي احنا قلنا دلوقتي الاسلامة قبل ما تخش قبل ما تتجوز او قبل ما تعرف الشخص. وفيه التانية اللي هي اسلامة واتجوزت عشان شخص واحد عايزة تتطلق منه. وفيه اللي بتفضل مسيحية وعايزة تتطلق. طبعا القانون دلوقتي حاليا بيتم تعديله في طلاق من المسيحيات. طبعا كان الاول كان الطلاق من المسيحيات. المسيحي من مسيحية كان لازم يروح الفاتيكان ويرجع ويروح اللي مش عارف ايه ويرجع وورق بقى وتصرف لك في حدود بتاع مليون بيسو عشان يروح الفاتيكان ويتوافق عليه والكنيسة هنا توفق عليه ومحامي ودنيا وبتاع كلف له حدود مليون بيسو دلوقتي احكل في حدود ما بين خمسين لستين الف ده وقومته محامي وبيخلص الموضوع. لكن المشكلة في ايه? ان انت برضو بتتعدى على واحد تاني. انت بتتعدى على شخص تاني. طبعا ان انت تتجوز واحدة مسيحية برضو اه دي حد سبب لك انت لو كنت مسلم ولو كنت مسيح يخلي بالك انت شرق اوسط فتفكيرك وعداتك تختلف تماما عن التفكير والعادات هنا. طبعا احنا عارفين كل الشرقيين او الغالبية العظمة في الشرقيين فهم لكن اه هنا رومان كاثوليك وحتى عندنا الكاثوليك اللي موجودين في الشرق الاوسط الكاثوليك اللي موجودين يختلفوا عن الهنا. حتى في العادات في التقاليد في الافكار في كل شيء. يختلفوا تماما. وطبعا اه هنا حتى البروتستانت يختلفوا عن البروتستانت الموجودين في انجلترا. يختلفوا عن البروتستانت الموجودين في اه دولنا العربية. فانت لما بتيجي هنا بثقافتك بتلاقي الوضع مختلف تماما. نهائيا. تلاقي الوضع مختلف والافكار مختلفة وكل شيء مختلف. فممكن تخش في صدام معها في المستقبل. فانا بحزرك من الحكاية دي. بحزرك ان انت لو اتجوزت من واحدة متزوجة وما قدرتش انت تنفصل عنها. يعني ما قدرتش ان انت تخليها تنفصل عن زوجها القديم. وسجلت زواجك من الزوج من الزواج دوت. مع الزوج القديم فهو ممكن يرفع عليك قضية زنا. تخيل? ممكن يقدر يرفع عليك قضية زنا. هنا داخل الفلبين ويسجنك ويسجنها. فاخد حزرك من الموضوع ده جامد جدا. لان موضوع ان انت تتزوج من واحدة متزوجة هنا في الفلبين ولم تشهر اسلامها ولم تطلق ومش معها ورق باثبات ان هي مطلقة. فده هنا يدخلك السجن رسمي. رسمي. يدخلك السجن رسمي. بقضية زنا. وليه حق? لان انت تعديت عليه? تعديت على حرمة بيته. ودي حرمة بيته. فارجو من الناس اللي بتفكر الافكار دي او ان هي بتفكر في حاجات زي كده ان هي يتجوز. خد حزرك قوي من انت تتجوز من واحدة متزوجة. طبعا انا لن اذكر بقى الموضوع ان هو ايه? انت بتتجوز من واحدة متزوجة عندها عيال. فطبعا انت هتنفق على العيال دي. ده طبيعي رسمي. انت ولا حتى لو ابوهم بينفق عليهم انت هتنفق عليهم. حتى لو في محبة وموادة من بينك وبين الشخص. هتنفق عليهم. برضو. يعني لا جدال لا جدال لا نقاش نهائيا. هتنفق على العيال دي. حتى لو بقولك انت جزه الاولاني او او طلقها تمام? انتو اللي اتنين سمنا على عسل وبتهرجوا مع بعض وبتحبوا بعض وفوق ما تتخيل. وبتحبوا بعض. هتنفق على العيال دي. فانت النفقات على العيال دي هتكون عليك. هتبقى ضغط زيادة عليك. انت لو منجب عيل وهي عندها عيل تاني او تالت او رابع من الزوج الاولاني. فالزوج الاولاني خارص ده خلاص رفع ايده هي اتجوزت كده. مسئولية الشخص اللي مسئول منها هو اللي بينفق. دي معروفة هنا في الفلبين. يعني كمثال انا تزوجت من واحدة. وخلفت منها عيلين. وجين انفصلت. انا وهي. وروحت انا شفت واحدة تانية. وتجوزتها. او عادت معاها ليف ان. او اي شيء من من الاشياء دي. وجه واحد تاني تزوج. انا بانفق على العيال. على عيالي. وبانفق على انفق على الزوجة التانية. لانا لها معايا او او الرفيقة او اي شيء. لانا بديكم بس المثال اللي موجود في الفلبين. وجه شخص تجوز زوجتي الاولانية او طلقتي. فهو بيكون مسؤول على الانفق في عيالها. وانا خلاص رفعت ايدي. خلاص هو كده. شكرا تانكيو. خلاص. وانا بقى التفت لايه لأسري تانية. وكذلك نفس الامر ان لو تزوجت واحدة تانية. هي كانت معايا عيال انا حانفق عليها. وانفق على عيالها. الموضوع يعني ايه تبادل منفعها هنا كده يعني. فخد حذرك في الكلام ده. ان انت ما تفضلش تقول لا اه. وانا اصرفش على عيال مش عيالي. لا حتنفق عليهم غزبا عنها. مش مزاجة. يعني اه اللي عاوز اللي مش عارف ايه اه ما يقولش ايه. فكل اللي بيم بالاشارة يفهموا. فكده. فما تجيش تلوم بعد كده تقولهم الفلبين او تلوم المجتمع الفلبيني او تلوم الزوجة الفلبينية او تلوم اي حد تلوم نفسك انت الاول. لان انت اللي اخترت الطريق ده وانت اللي دخلت في الطريق ده. فانت تحمل نفسك انت. ما تخليش حد يتحمل غيرك. يعني تحمل غلطاتك انت. خد حذرك من الزواج من واحدة متزوجة. ولازم يكون معك ورق رسمي باشهر اسلامها. بطلقها. باشهر طلقها. بتسجيله. في خارجية عشان تقدر ان انت تثبت حقك في الزوجة دي. حق في الزوجة. وفي العيال. وفي املاك هي حتمتلكها. ان كان باسمك او باسمها. تثبت الحق ده. بس كده. يا رب اكون اوصلت لكم معلومة النهاردة. ويا رب تكون استمتعتم. ويا ريت تعمل لنا. وتلوم انا في القناة على الانتساب او على اللي هو القلب اللي موجود تحت ده. اللي هو تدعمونا ماديا. وشاكل لكم جدا. وانا استودعكم الله الذي لتضيع ودعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.